مدرسة الموهوبين مدرسة الموهوبين واحدة من سبع مدارس خاصة بالعباقرة في العراق حيث يتم تدريسهم وفق بروتوكولات علمية متقدمة نظرا لما يمتلك هؤلاء الطلبة من قدرات عقلية خارقة خلافا لنظرائهم في الأعمار ثلاث وثمانون طالبا وطالبة معظمهم نال شهادات علمية وبراءات اختراع يتم احتضانهم في هذا المكان مدرسة الموهوبين في النجة في الأشرف واحدة من سبعة مدارس موجودة في العراق اهتم برعاية المواهب العلمية ولا سيما مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والضياضيات حاليا لدينا 3-80 طالب موجودين من الصف الصالس الابتدائي الى الصف الصالس الاعدادي الكثير منهم لديهم مشاركات في الخارج لدينا مشاركات في السعودية لدينا مشاركات في الإمارات في الأردن لدينا مشاركات في القاهرة لدينا مشاركات أولاين اقدر اقول اكثر من 50% لديهم مشاركات عالمية وعربية لكن يحتاجون الى رعاية اكثر من المتوفر حاليا علي قسور أول طالب عراقي يحصل على معامل هيرتش وهي درجة بحثية تعطى للعلماء من قبل المؤسسات البحثية والعلمية الدولية بعد نشر بحثه في مستوع بيسكوباس للبحوث الرائدة حيث تناول معالجة مخلفات الصرف الصحي في المستشفيات باستخدام تقنية النانو تكنولوجي من هذه البحث والتجارة كان بحثي في النانو تكنولوجي اللي اشتهدت فيها حاليا بسبب نشر في مجال تسكوباس وحصلت عليه على الاش اندكس اللي هي مرتاس ميزة العلماء ونسبة إليه وهذا ما يفوده وأفتقد به هذا الشي ولدي عديد من البحث الأخرى منها بحث تغيير المواد وحسب خواصة علمية اللي اشتركت فيه في دبي ونفس مع مائتيهم وستة دولة وحصلت على المركز الأول وعدي عديد من المشاريع الأخرى في علوم الحاسق والأجهزة وغيرها اللي تفيد مجتمعنا الحالي منها المزارع الذكية ومنها تطبيقات أخرى نستخدمها حاليا ومنها خلايا الشمس التي تتبع الضوح حتى نوصع الكفاءة عالية وتخصين طاقة عالية أجرى بحث عن تقنية النانو وكيفية عمل فلتر دقيق للمخلفات الصحية اللي هي تكون دقيقة جدا بحيث أنه ما تختلط بمياه الصرف الصحي وتعاد إلى المياه اللي هي صالحة للشروب مثل ما تعرفون أنه مياه الصرف الصحي تفلتر وثم تعاد إلى مجرى النهر لم يكتفي علي ببحوث كيمياء النانو بل لديه عدة مشاريع وبحوث عن الطاقة المتجددة وعلوم الهندسة في إنشاء مشاريع ذكية دون مشاركة الإنسان أحمد الحسين قناة الرشيد النجف الأشراف